بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الوصف المنير بمقاييس ربنا سبحانه وتعالى حين قال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ودائما نؤكد إذا جاء الوصف من الله إذا جاء التقييم من الله فلا تشغل عقلك كثيرا في استدعاء كيفية هذا الوصف أو كيفية هذا التقييم لأنه لا تقييم بعد تقييم ربنا ولا وصف بعد وصف الله عز وجل فحين يقول الله عز وجل مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم فليس المقصود بالخلق هنا الخلق المتعارف بيننا لا رسول الله تجاوز هذه المرحلة فأصبح هو صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم فلا تقييم بعد تقييم ربنا سبحانه وتعالى إلا أننا نريد أن ننبه حين نتناول بالحديث الكلام عن أخلاق سيدنا رسول الله فلنريد أن نختزل أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما كان بعد الرسالة بل علينا أن نتناول بالحديث أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا فيما قبل الرسالة منذ أن كان طفلا صغيرا فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زينه ربه بالرحمة زينه ربه عز وجل بقيم الجمال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التألق والتأنق والفخامة والجمال كان يعشق الجمال منذ الصغر وإذا قرأنا جيدا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع جده عبد المطلب وكيف كان يتعامل مع عمه أبي طالب وكيف كان يتعامل مع أمه السيدة أمينة ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينافس في دقائق الجمال منذ الصغر فرسول الله زين بالرحمة زين بالجمال زين بكل ما يتعلق بالمنافسة في التألق والفخامة والجمال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جمع بين مقام المجاهدة وبين مقام الاصطفاء وقبل أن أدخل على ذلك تعالوا نستدعي معا هذا المشهد حين أسلم به سيدنا أبو بكر وأسلم به سيدنا علي وأسلمت السيدة خديجة السؤال هنا لما أسلم سيدنا أبو بكر الأوائل الذين أسلموا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت هناك معجزة نزلت حتى يؤمنوا ويصدقوا برسول الله هل كانت هناك آية قرآنية واحدة نزلت حتى يؤمنوا ويصدقوا برسول الله هل كان هناك تشريع نزل حتى يؤمن ويصدق برسول الله لا بل إنهم أسلموا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على الخلفية التي يعرفونها عن رسول الله سابقة في القرآن الكريم يقول ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي أنتم تعلمون ماضية أنتم تعلمون طفولته تعلمون شبابه فإذا ما عرفتم عنه سابقا فعرفوه مستقبلا كأن الأقدار تمهد للأقدار لقد جاءكم رسول من أنفسكم هذا قبل الرسالة فإذا جاء النبي كرسول فعليكم هنا أن تتعرفوا على مستقبل رسول الله من خلال ماضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أول الألقاب التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من المشركين قبل الرسالة فلقبوا رسول الله بالصادق الأمين كان كثير الصدق كان أمينا صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبو بكر قال إن كان قال ذلك فقد صدق لقد جربناه فيما دون ذلك يعني معلوم عن رسول الله الصدق ما كان يكذب أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة لما نزل الوحي على سيدنا رسول الله وعاد النبي إلى السيدة خديجة وبدأت تطمئن رسول الله بأي شيء طمئنت رسول الله طمئنت النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من أخلاق كريمة والله لا يخزيك الله أبدا ثم بدأت تعدد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الكل وأنه يقرد ضيف وأنه يصل الرحم وأنه يعين على نوائب الظهر وهكذا إذن فحين نتكلم عن أخلاق نبينا لا نريد أن نفصل أخلاق النبي بعد الرسالة بل علينا أن نتكلم عن أخلاق رسول الله قبل الرسالة وبعد الرسالة وأثناء الرسالة وهو طفل صغير وهو شاب وهكذا حتى نجمع كل ما يتعلق بسيدنا رسول الله جمع النبي الكريم بين مقام الاصطفاء ومقام المجهدة وهذا ندركه في هذين الاسمين محمد وأحمد فمحمد هو مقام الاصطفاء محمد ذات وقع عليها الثناء من غيرها وقع عليها المحامد من غيرها محمد مثل مكرم المكرم وقع عليه التكريم من غيره لم يقم هو بتكريم نفسه ولما كان الثناء كثيرا على سيدنا رسول الله وكانت المحمد كثيرة على سيدنا رسول الله أصبح محمدا لأن الثناء لو كان مرة أو مرتين أو عددا قليلا لكان محمودا ولكن كان الاسم هنا بصيغة المبالغة محمد لكثرة الثناءات والمحامد التي وقعت على سيدنا رسول الله هذا مقام الاصطفاء أما مقام المجهدة فأحمد وأحمد ذات وقع منها الثناء لغيرها أحمد كمكرم هو الذي قام بالتكريم ولو أن الثناء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين لكان حامدا ولكن لما كثر الثناء من النبي والمحامد من النبي لربه عز وجل كان أحمدا فأحمد مبالغ من حامد ومحمد مبالغ من محمود والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المقامين مقام الاصطفاء ومقام المجاهدة فاستحق أن يقول له الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم